أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص قيادتين مصر وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره البيلاروسي رومان جولفتشينكو بالعاصمة الإدارية أعرب مدبولي عن تطلعه إلى استمرار وطيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في إطار حرص قيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وهو مع عكسته زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مينسك في عام 2019 وكذلك زيارة فخامة الرئيس لوكاتشينكو إلى مصر مرتين عامي 2017 و2020 ونتطلع الحياة للسمرار وطيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين بلدين خلال المرحلة المقبلة ويسعدني أن أؤكد على أن العلاقات الوثيقة بين بلدينا تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية ترجمة نانسي قنقر